بيان وزارة الخارجية الإماراتية بأن أربع سفن تجارية مدنية من جنسيات عدة قد تعرضت لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية للدولة باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات أوضحت الخارجية الإماراتية في بيان عدم تسجيل أضرار بشرية أو إصابات كما أكدت عدم وجود أي تسريب لمواد ضارة أو وقود من هذه السفن وقالت الوزارة أن العمل في ميناء الفجيرة يسير بشكل طبيعي وبدون أي توقف نافية الشائعات عن وقوع الحادث داخل الميناء ووصفتها بالعارية عن الصحة وأضافت الوزارة بأن الجهات المعنية في الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وأن التحقيق جار بشأن ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن تعرض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطورا خطيرا وأكدت الوزارة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والذي يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدوليين